مرحبا بكل من أراد أن يتابعنا في هذا درس الجديد الدولة السيادة والمواطنة ملاحظة بسيطة كل دروس الفلسفة كل مسائل الفلسفة يمكن أن تتابعونها على هذه المنصة للدولة بالسيادة والمواطنة يبدو أن برنامج الفلسفة دأب على البحث في هذه العلاقات الممكنة نحن نفكر من خلال هذه العلاقات حينما نقول الدولة السيادة والمواطنة يمكن أن نبحث في نظام العلاقة بينهما إما من جهة ما يمكن أن يتحقق من تعارض بينهما أو من جهة ما يمكن أن يتحقق من توافق بينهما هذه الواو التي نبحث عنها هي واو تربط بين السيادة والمواطنة ولكن علينا أن نميز في البداية أن هذه السيادة إذا ما اعترفت بالمواطنة كانت هذه السيادة هي سيادة دولة شرعية وإذا ما نفت هذه السيادة واستبعدت فكرة المواطنة لم يكن ليرتقي الأفراد إلى مرتبة المواطنة فتحولوا إلى مجرد رعاية كأننا أمام نوعين من السيادة السيادة الأولى هي سيادة تقوم على التعارض بين سيادة الدولة وإرادة الأفراد يكون فيها الحكم حكما فرديا وترد سيادة الدولة في هذه الحالة إلى صاحب السلطة وهو صاحب السيادة لتكون هذه السيادة بيد شخص واحد في هذه الحالة تقوم السيادة على نوع من التناقض بين السيادة التي يمتلكها صاحب السلطة وبين إرادة الأفراد الذين لا حول لهم ولا قوة هؤلاء الذين لا يمتلكون حتى حق الذين لا يمتلكون حتى حق المشاركة في الحكم أو إبداء رأي لهم في هذا الحكم السياسي تنطلق إذن فكرة التعارض من الإقرار بأن الحكم السياسي يكون لصاحب السلطة الذي هو في الأصل صاحب السيادة وهو صاحب القيادة ويكون الأفراد مجرد رعاية في معنى أن هؤلاء الأفراد إنما يتنازلون عن حق حكمهم لأنفسهم مما ينفي عنهم كل حق لهم وأول هذه الحقوق التي يتم نفيها هي نفي حق المواطنة ونفي حق الحرية نحو إخضاع إرادة الأفراد نحو إخضاع إرادة الأفراد لسلطته صاحب السيادة تكون هذه السيادة سيادة مطلقة ماذا نقصد بالسيادة المطلقة؟ نقصد بها أنها سيادة لا تقبل القسمة ولا تقبل المشاركة لتعود هذه السيادة إلى شخص واحد وليكون صاحب السيادة هو من يتولى أمر الحكم فلا يشاركه فيها أحد مقابل أن يتكفل بتأمين السلم والأمن للأفراد يخضع صاحب السيادة إرادة الأفراد له ولكنه لا يمكن أن يخضع إرادته لأحد فهو الذي يأمر الجميع ولا يأمره أحد فهي سيادة تراقب ولا رقابة عليها إن احتكام هذه السيادة يكون من باب منطق القوة كأسلوب للحكم يتمتع صاحب السيادة في هذه الحالة بسلطة مطلقة فهو حكم دون قوانين وكثيرا ما يردد صاحب السيادة أنا السلطة أنا الدولة أنا القانون إن حضور السيادة لا يضمن الحق ولا المواطنة ولكنه يضمن البقاء ويتكفل غالبا صاحب السلطة بوصفه صاحب السيادة بأن يبادل الأفراد حريتهم مقابل ما يمكن أن يحصلوا عليهم من أمن إن هذه المقايضة بين الأمن والحرية جعلت الإنسان يطلب الأمن ويضحي بهذه الحرية غير أن هذا الذي يضحي بحريته من أجل الأمن قد لا يستحق لا أمن ولا حرية يغلب على أوامر الحاكم وأفعاله سيطرة الشهوات والرغبات وتحقيق المصالة وخاصة تحقيق المصلحة الخاصة والشخصية ليكون هذا الحكم إقرار لنوع واحد من النظام وهو النظام الاستبدالي مقابل ذلك نجد أن مقابل ذلك نجد أن هذه السيادة بإمكانها أن تمتد لتمثل المواطنين فهذه السيادة بإمكانها أن تكون أيضا سيادة المواطن من جهتي أن المواطنين هم الذين يضفون الشرعية على سيادة الدولة وكأن الدولة تستمد شرعيتها من إرادة الأفراد إن هؤلاء المواطنين هم مواطنون يشتركون في سلطة السيادة لا تتحدد المواطن في الفكر السياسي الحديث إلا على أنه انتماء إلى وطن محدد فحسب وإنما تتحدد أيضا بكونها مشاركة في الحياة السياسية وحصول على الحقوق السياسية والمدنية التي تهبها الدولة لأفرادها لتكون هذه السيادة سيادة تشاركية ولتكون سيادة المواطن هي ذاتها سيادة الشعب إن هذه السيادة التشاركية تتحدد بوصفها سيادة قابلة للقسمة وسيادة قابلة للتجزئة وسيادة قابلة للمشاركة إن الاعتراف بالمواطنة داخل نظام السياسي الديمقراطي ينظر للفرد من جهتي أنه كائن حر ومصدره كل سيادة تقوم هذه السيادة التي أساسها المشاركة بين الأفراد على الاعتراف بحق المواطن في المشاركة السياسية فالخير هو ما يتحقق من مصلحة عامة وخير مشترك للجميع تستمد سيادة الدولة شرعيتها من الإرادة العامة ماذا نقصد بالإرادة العامة؟ إن المقصود بالإرادة العامة هي إرادة كل الأفراد من حيث أن إرادة الفرد هي جزء من الإرادة العامة فإذا ما خضع الفرد للإرادة العامة كان بذلك يخضع لإرادته الخاص وبذلك يتم معالجة مشكل الحكم السياسي من جهة أن الجميع يطيعون هذه السيادة ولكن من جهة أخرى الجميع يشاركون في الحكم السياسي ومن جهة أخرى أن المواطنين يمارسون فعل الحكم فهم الذين يحكمون وهم الذين يطيعون لتكون هذه السيادة سيادة تنطلق من الاعتراف بسيادة المواطنين ومن حقهم في المواطنة وهو ما يقلص من مجال التوتر بين الأفراد كمواطنين أحرار وبين سيادة الدولة باعتبارها تمثل السلطة ولكن إذا ما أردنا أن نفهم معنى السيادة فكيف يمكن أن نفهمها إن هذه السيادة في الحقيقة ليست إلا ما يحيل على الرفعة والسمو والعلو باعتبارها السلطة السياسية المستقلة التي تكون أوامرها نابعة من إرادة الأفراد وتكون هذه السيادة قادرة على تنظيم نفسها بنفسها وعلى فرضي توجهاتها إذا ما أردنا أن نؤسس لمفهوم حقيقي للسيادة نجد هذه الخصائص الأربع التي يمكن أن تتحدد بها السيادة من جهة أولى نجد أن هذه السيادة تحيل على السلطة وقت يقول سيادة نقول أنها سلطة إن السلطة لا تحكم إلا باسم ما تمتلك من قوة والسيادة لا تتحقق سيادتها إلا باسم ما تمتلك من سلطة في معنى آخر للسيادة تتحدد هذه السيادة من جهة استقلاليتها ذلك أن من يمتلك السيادة تكون أوامره نابعة من ذاته في معنى ثالث تتحقق هذه السيادة من جهة أنها هي التي تنظم العلاقات بين الأفراد وهي التي بإمكانها أن توفر الأمن في الداخل وترد الأعداء في الخارج في معنى رابع وأخير تكون هذه السيادة هي سلطة العليا التي تعلو على كل سلطة أخرى بهذا المعنى نجد نوعين من السيادة سيادة تحيل على دولة القوة سيادة تحيل على دولة القوة وتستعمل القوة كحق وسيادة أخرى تنطلق من الاعتراف بالحق فتحول الحق إلى قوة بين الاعتراف بحق القوة الذي تمارسه دولة القوة وبين الاعتراف بدولة الحق التي تتخذ من الحق هو القوة نجد تعارضا حقيقيا تمييزا حقيقيا بين نوعين من النظام السياسي النظام الاستبداد من جهة والنظام الديمقراطي من جهة أخرى ولكن ماذا لو أردنا أن نبحث في حدود هذا الموقف سواء تعلق الأمر بالتعارض بين سيادة الدولة وإرادة الأفراد أو التصور الثاني الذي يوافق بين سيادة الدولة وإرادة الأفراد من بين الحدود التي يمكن أن نشكك فيها من خلال هذا التعارض ذلك أن سيادة الدولة القائمة على التعارض والتي تتأسس على منطق القوة سرعان ما يكتشف فيها الإنسان أنه انتقل من حالة الطبيعة البشرية التي كان عليها وكان فيها يظهر الإنسان أنه كائن ضعيف يطيع من كان أقوى منه فإذا به يتحول وينتقل إلى حالة أخرى تبدو أكثر سوءا من الحالة الأولى إذا ما كانت حالة الطبيعة البشرية التي ألزمت الإنسان بالانتقال من الفوضى والعنف والهمجية وخير أن يكون الفرد أو المرء تحكمه دولة ويتنازل لها عن حقه في حكمه لنفسه فإنه في الحقيقة لم يفعل إلا أنه استبدل إلا أنه استبدل حالة سيئة وهي حالة الطبيعة البشرية بحالة أكثر سوءا منها وهي حالة السيادة المطلقة التي يكون فيها الإنسان مجرد رعية مجرد خاضع للسلطة المطلقة لصاحب السيادة في معنى آخر للبحث في هذا التشكيك الذي يمكن أن نمارسه ونراجع من خلاله فكرة السيادة المطلقة فإننا نجد أن هذه السيادة التي تمارسها دولة القوة لا تفعل في الحقيقة إلا أنها تحول الدولة ذاتها إلى مقبرة للحريات الفردية وفي معنى ثالث وأخير نجد أنه إذا استمرت سيادة الدولة القائمة على التعسف فإنها في الحقيقة تحول الكائنات الإنسانية إلى مجرد كائنات تعبدوا صاحب السلطة فإذا ما تعود الأفراد على الاستبداد اعتادوا العبودية فما عادوا قادرين على التمييز بين الحاكم النافع والحاكم الشرير والغاشم إنهم ما عادوا يميزون بين الحاكم النافع العادل وبين الحاكم الشرير الغاشم أما في علاقة السيادة بالاعتراف بالمواطنة فإن التصور الذي يحصل في هذا المجال إنما هو في الحقيقة ما يمكن أن يتأسس عليه من تحول خطير لمفهوم السلطة الذي تحولت بموجبه هذه السلطة إلى سلطة ناعمة يقبل بها الإنسان ولكنها في الحقيقة تروج لتوافق مغشوش يتم فيه استبدال السلطة المطلقة بهيمنة الدولة البرجوازية مثل ما يحدثنا بذلك ماركس وهذه السيادة تمارس في الغالب إما باسم العقل وإما باسم الحق وإما باسم القانون ماذا نقصد بذلك؟ حينما يتيع الفرد القانون فإنه في الحقيقة لم يقع التخلي عن صفة الطاعة وإنما تحول مفهوم الطاعة من طاعة الفرد لسلطة صاحب السيادة باعتبار أن الحكم الذي يمارسه حكما فرديا إلى طاعة القانون ولكن في الحالتين لم تغادر الإنسان صفة الطاعة فكرة أخرى يمكن ومن خلالها أن نناقش مبدأ هذا التوافق الذي قلنا عنه أنه توافقا مغشوشا ذلك أن ما تروج له الدولة الديمقراطية من أنها تمتلك كل المؤسسات والهيئات التي بإمكانها أن تراقب الدولة لا يعتبر ذلك حجة على مرونة النظام السياسي الديمقراطي بقدر ما يعتبر ذلك حجة على أن الإنسان لا يكاد يثق في هذه الأنظمة السياسية وإلا لما أسس مؤسسات تراقب هذه الدولة كأن الدولة الديمقراطية ليست في الحقيقة أفضل الأنظمة السياسية وإنما هو النظام الأكثر سوءا من بين كل الأنظمة الأخرى لتتحول القوانين التي يقع التشريع لها إلى مجرد قناع إيديولوجي يخدم مصلحة الطبق المهيمنة هكذا إذن هكذا إذن تبدو علاقة السيادة بالمواطنة علاقة شائكة ولكن ذلك لم يمنع أبدا من توسيع مجال المواطنة والبحث عن ما يمكن من الانتقال بفكرة المواطنة إلى مجال تعميمها نحو توسيع مجال الحق ليتحول هذا الحق من حق للمواطن داخل الدولة المحلية إلى حق للمواطن العالمي الذي يتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية الكونية التي يتمتع بها كل مواطن في العالم إن القول بأن المواطنة العالمية هي مواطنة بإمكانها أن ترتفع وتنتقل بفكرة المواطنة من مجال ما هو سياسي محلي إلى مجال المواطنة السياسية الكونية التي يتساوى فيها كل مواطني العالم في التمتع بحقوق سياسية واحدة هذه الحقوق السياسية شأنها أن تتوزع على الجميع وهو ما يمكن أن يحقق نوع من الوحدة السياسية بين كل مواطني العالم لا تتحدد المواطنة بهذا المعنى في الانتماء إلى الوطن فحسب وإنما أيضا أصبحت تتحدد ضمن أفق الكوني الذي تلتقي فيه كل الإنسانية ولكن ضمن مجال ما هو سياسي ليتم توسيع مجال الحق وكأن حقوق المواطن المحلي لا يمكنها أبدا أن تستوفي فكرة الحق بالمعنى الإنساني فتصبح المواطنة العالمية مجالا لتوسيع فكرة الحق نحو أن تكون هذه الحقوق التي يمكن أن يتمتع به المواطن العالمي هي حقوق كونية وكأن المواطن العالمي هو مشروع يعمل من خلاله على استكمال مجال الحق والانتقال به إلى مجال يوسع من حضوره داخل نظام الحقوق ولكن هل يمكن فعلا أن نصدق وأن نثق ما تقوله المواطنة العالمية على نفسها ألا يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى حجة أخرى لممارسة الهيمنة السياسية العالمية على الشعوب ألا يجب أن نقول بأن المواطن العالمي ليس في الحقيقة إلا مجرد مشروع لتطبيق السياسة العالمية الجديدة التي خططت له العالمة يبدو أن فكرة المواطنة حيثما ولت وجهها فإنها تعترضها من المشكلات ما يؤكد هذا التوتر الدائم بين المواطنة من جهة وبين سيادة الدولة من جهة أخر نلتقي في درس آخر الفلسفة في دقاق مرحبا بالجميع تابعونا دائما تابعونا دائما تابعونا دائما